اشتركوا في القناة يعني هل يجوز ان احنا ممكن نجيب مدرب من بلد احنا افضل منهم في الكرة يعني يعني تاريخ مصر في كرة القدم افضل من جنوب افريقيا تاريخ الانديا المصرية في بطرات افريقيا افضل من جنوب افريقيا انا بستقول اللاعبين حتى والمحترفين والكلام ده احنا اللاعبتنا اشهر واكبر يعني فهل ينفع نجيب ده بقى الناس اللي هي ايه اللي مستغربة صفقة وفي ناس شايفها صفقة قوية جدا لسببين هارجع للناس اللي مستغربة دلوقتي باستخرين اقول النقطة اليجابية الاول الناس اللي هي شايفة صفقة المدرب الجديد هنعتبرها صفقة عن المستوى الافريقي وليه معروف عن المستوى الافريقي لان افريقيا خمس مرات اه كسبان بطولات كتسبان السوبر افريقي كسبان اهلي اللي من سنتين كان اللي هو في عهد الاسارتي اه كان موسيماني هو اللي بيمرنا النادي الاهلي اه اه وصل سيما فاينة لوصل فاينة لوصل دورة الافريقيا فبالتالي النقاط الايجابية ايه؟ اولهم انه هو عهل زمالك وداد رجاء ترجي النجم الساحلي فبالتالي نص المسافة او متر القماش توب الوداد هو موسيماني حافظ الوداد اقولوكو على حاجة بقى هنا في التلفزيون اليوم السابع هادي الصفقة انتهت خلاص وتم الاتفاق بين الاهلي وبين سؤال ثلاثين وخمسة وعشرين وكل الكلام ده هو بيرامدز ده كان عايز يدخلوا بتاع اللي حسم القصة كلها محمد وفلقوا فجؤوا وده على فكرة من احد اسباب اسراع النادي الاهلي في التعاقد معا ان الراجل عارف كويس جدا الكرة المصرية وعارف كويس جدا عدد كبير من لعابة الكرة المصرية بالزمالك والله بالمطش بتاعنا اللي كان على ارضنا وفي مطش العودة ملعبش بداعي الاصابة ولقاف مش فاكر يعني وكان بالبسر مذاكر كويس جدا المسيبان ما جاش فجأة يعني الاهلي بيتفاوض معا بقالوا اسبوعين تلاتة واتصالات مباشرة بالفيديو بالفيديو كونفرنس مع كابتل محمود الخطيب ومع المترجمين ومع الناس هنا وهنا وفي مكالمات واتصالات تمت بالساعات يعني تلاتة اربعة ساعات عشان يشوف الراجل دي دماغه عاملة ازاي خد بالك ان الجزء من اختيارك للمدرب مناقشتك مع حد هيقول لي يعني انت ممكن تتناقش مع واحد بتجيب مدير مثلا في شركتك او في شغلك يعني مجرد المناقش اطعب عن المقابلة دي مهمة جدا بتشوف وصخ من نفسه او لا لا شخصيته عاملة ازاي متردد عنده فكرة مذاكر مذاكرة كويس يعني واحد جاي اقدم عندي في شركة مذاكر الشركة بتاعتي او لا لا فلو اتنين مقدمين لقيت واحد مذاكر الشركة بتاعت كويس وانا بسأله والتاني مش مذاكرها حميل للي مذاكر الشركة حميل للي تاب وجاب معلومات حميل للي مركز المفروض عشان كده كان في ميل دائم من الكابتل محمود الخطيب لمزيماني ففي الفيديو كونفرنس اللي اعرف اللعيبة كويس جدا عرف طريقة لعبة الناد الاهلي كويس جدا عرف تاريخ الاهلي كويس جدا اتكلم حتى على مراكز بعض اللعيبة انا عايز اقول لكم ان هو من هوات تغيير مراكز اللعيبة يعني فيه اللعيبة دلوقتي النجوم في زاندونز ما كانوش بلعبه في الاماكن دي بلعبه بسعا في نص الملعب كان اصلهم سرد بكات او بكات بلعبه لوقتي المهاجمين كانت في نص الملعب كده يعني هو غاوي يغير في مراكز اللعيبة ويكتشف اكتشافات جديدة يعني ممكن تكتشف ان بلعب مثلا بحسين الشحات راس حربة تاني هو بيحب بلعب اربعة اربعة اتنين يعني الاهلي بلعب اربعة اتنين تلاتة واحد هو من هوات اربعة اربعة اتنين يعني فايلر لعب اربعة اربعة اتنين وماجاتش بيها الاهلي بس كانت بلعب اتنين روس حربة صراح مرا جنب بادجي هو لأ هو بيلعب اربعة اتنين هو يحب المهاجم التاني يبقى تحت المهاجم الاوليني من اللعيبة اللي عندها سرعات وبتلعب على الجناح اليمين او الجناح الشمال فممكنة لحسين الشحات بيلعب راس حربة تاني في النادي الاهلي جونور اجا ايه ممكنة لئه بيلعب براس حربة تاني تحت بادجي او تحت مراه مثلا يعني انا بدي امثلة يعني ويعمل كسافة في نص الملعب يعني وعايز احط اربعة في نص الملعب وقدامه باثنين فراودة منهم واحد متأخر شوي فهو طريقة لعبه كده فاي لقوه عارف حسين الشحات وعارف طريقة لعب كهربا وعارف طريقة لعب عمر السلية وحافظ الافارقة المحترفين في الناد الاهلي وعلي معلول وبيتقدم كويس جدا هو كان يلعب هاف ليفت مش باك ليفت يعني كل دي حاجات هما يكتشفوا ان الراجل المذاكره كويس جدا ومذاكر لعبه كويس جدا ومركز جدا جدا ومتفائل وعنده صخف نفسه دي من الحاجات اللي خلت هناك اقدام على التجربة دي التجربة دي لها اكتر من ميزة اول ميزة احنا قلنا خلاص الراجل حافظ ووصف من نفسه وبيتكلم كويس ومذاكر وحافظ الاندية الافريقية وكلك الدافع وعلى فاكر الدافع ده برضو احد اسباب اختيار فايلر يعني النادي الاهلي لما اختار فايلر فقالك فايلر مين ده كان هجوم شديد على اقدارة النادي الاهلي ولجمة التخطيط الكابتن طاوة صمعيل وكل الكلام ده فقالك ايه احنا كنا مندور على مدرب عنده دافع العمل ودافع النجاح يعني مش لقى عجيب واحد مشهور جدا وهو مكسر الدنيا في الدنيا طب هيجي عندي يعمل ايه هو محقق كل حاجة لو خسر عندي حتى ومشي يبخلص هو في النهاية مورينيو لكن فايلر مش من عندي معروف على مستوى على الاقل الشرق الاوسط كمدير فني كبير دلوقتي كارتيرون هو كان لا يمكن يبقى واخد المكانة دي الا لما يحقق بطولة معنات الزمالك مثلا يعني نفس الكلام طبعا مع فايلر كان فريرة مع الزمالك لما خد دوله وكسرح قطر قعد سنين فدائما المدرب بيبقى لاله الزمالك زي ايه مراية حلوة لي فهو عنده الدافع ده عايز يعمل ده ويبقى اول مدرب يعني جنوب افريقي يغزو اكبر نادي في الققرة الافريقية اللي هو النادي الالف وعنده الدافع ده فده من الاسباب الايجابية اللي ادخل الاهلي يجيبه بلا زايد ان هو عنده ميزة تانية الاهلي انا بتكلم دلوقتي برسان الاهلي اللي الاهلي شايفه عشان كده جابه انت عندك سيرينو اللعيب الارجوياني اللي موجود مسلا في نادي سانداونز ولما كان الاهلي عايزوا مع فايلر شفنا لأ او ماينفعش وطلبين فلوس كتير دلوقتي قالك ايه سهل تحصل الصفقة دي بل كمان قالك اللعيب تاني هاب دي فندر ولعيب تاني سير دي باك يعني ممكن يجيب ثلاث لعيبة من سانداونز تخيلوا بقى وقالك الاهلي هيخليه كمان يتولى مسؤولية موهوبين افرقى ينضموا للنادي الاهلي في قطاعات الناشئين المختلفة عشان يغزوا الفريق الاول في المستقبل فالاهلي داخل بالراجل ده مشروع افريقي يعني منه بيجيب له لعيبة افريقية اسعار كويسة وفي نفس الوقت هو مدرب كويس فنيا حافظوا الكرة الافريقية كويس واذا بس خدوا بالكم الراجل ده اذا بس اتطلع كانت كويسة هيكسر الدنيا هيكسر الدنيا اذا اتطلع كويس يحسب للاهلي ان هو جاب المدرب ده في يوم رحيل فايلر ان حصلش اجاب ولا مشاكل ولا اي حاجة ولا اي حاجة الاهلي عنده الوداد بعد اسبوعين فلاسه بيبقى جاهز لمطش الوداد بعد اسبوعين زي الزمالك عنده الرجاء بعد اسبوعين فكان لازم يبقى جاهز بعد ما ميشي كارتيرون لمطشين بتوع الرجاء وبالتالي كان بتشيكه خيار مثالي لانه مره نزا مالك قبل كده وجرح السعودية وعارف اللعبة بتاعتنا وعارف اجوائنا وعارف مشاكلنا وحوادتنا وقصصنا فالحقيقة كان اختيار جاية نفس القصة بتاعت موسيماني الناس ما بتتكلم على مرتابه مئة الف دولار موسيماني هياخد مئة الف دولار طب بياخد مئة الف دولار اصل هو كان بياخد اربعين ولا ستين في سانداونز يعني هو بياخد فلوس بتزيد اربعين الف دولار لو بياخد ستين في سانداونز فاده رقم يعني ضخم بانه هو جاي نادي كبير وكان لازم يتنقفش حاجة اسمها كده يعني يعني انا عايز اقول اي حد بينتقل من بلده عشان يشتغل في مكان تاني المؤكد وانت مغمض انه هو بيضعف على القل المرتابه يعني انت لو انت شغل في مصر في شركة وراح تشتغل برا في اي دولة تانية في شركة تانية خلاص يعني طبيعي جدا انك تسافر بمرتب زي ومش دي الموضوع يعني انت لو هو جاب للاهل افريقيا هتقول له يا ريت كانوا دعمها فايلر كانوا باخد متين الف دولار هتقول ندلهم متين الف دولار لبس يجيب افريقيا لو حد الوقت قال نضمن لك بطولة افريقيا المسيماني بس تدلوا ربع مليون دولار في الشهر الاهل هيوافق فور مدام مضمونة القصة مش قصة خمسين ولا ستين ولا مية القصة قصة هل سيحقق طموحات جمهور الاهلي في تحقيق البطولة الافريقية دي المرة واحد وهل سيحقق طموحات الادارة في ان الاهلي يتبني بقوة وعظمه يقوى خلال السنين الجاية على المستوى الافريقي لان الهدف الاهلي هي البطولات الافريقية ده الهدف الاقوى بالنسبة للنادي الاهلي هو البطولات الافريقية الجهاز الفني لنادي الاهلي دلوقتي تشكيلته بعد التعاقد مع بيتسو موسيماني ده مدير فني جنوب افريقي بقرولاني مكوينة ده المدرب العام برضو جنوب افريقي كابيلو ران جوجا ده مدرب الاحمال جنوب افريقي موسى ماتا لابا ده اللي هو مدرب او المحلل الاداء جنوب افريقي بعد كده فيه طبعا ميشيل يانكن ده اللي هو المدرب حراس المرمى البلجيك اللي كان موجود مع فايلر ده مكمل الراجل ومعهم بس مصري سامي قمصان كان مدرب مساعد وزي ايه حلقة وصل بين اللعيبة وبين الجهاز الفني وبين الادارة وبين الكلام ده في وجود الكابتن سيد عبدالحفيز اللي مستمر كمدير للكورة والاهل عمل بيان وقال فيه انتهاء العلاقة مع فريني فايلر وسبب في البيان انتهاء العلاقة قال ايه لصعوبة تحقيق مطالبه الطارقة والتي لم تكن مدرجة في بنود التعاقد وتتعارض مع وصلحة الفريق واستقراري في هذه المرحلة المهمة فضلا عن حاجة لعبيل التركيز والاستعداد لقوة المرحلة القادمة طبعا انهاء العلاقة التعاقدية استنادا للبند اللي موجود فايلر هو نفس الكريم بيقولك انا لنهاية العلاقة ومش الاهلي والاهلي هو لنها العلاقة وفقي البيان هي قصة مش مين لنها العلاقة لانا العلاقة في بند في العادي بقولوا انها تنتاب اول عشر تان في كتوبر ازعد عب ده يعني وده اللي حصل خلاص لكن بعض الناس اللقمة اللقمة يعني اللي هما ايه يعني قاعدين يتصيادوا اي حاجة قال لك هو حاجة استذكرة ذهابه عودة طب هو خد شنطة زيارة وثبته ودومه في الفندق ليه يعني هو راجع طب يا ترى هو راجع علشان خاطر يسوي اموره المالية مع النادي الاهلي هو بقيت فلوسه والفلوس بتاعت مكافقة الدوري وكل الكلام ده طب كان ممكن يعمل الكلام ده هو مسافر والاهلي يبعط له الفلوس في حسابه هل هو راجع عشان خاطر ده ولا ما كانش عنده وقت يلم هدومه كتير في الدولاب يعني مثلا ولا راجع عشان في نادي تاني بيفوضه طب لو في نادي تاني بيفوضه هيمشي المدرب بتاع وفق الاخبار اللي طلع من النادي التاني اللي لعيبة كانت في النادي الاولاني انضمت للنادي التاني بتفاوض المدرب بتاع النادي الاولاني اللي ميشي راحس واسرة ده الناس اللقمة اللي بتقول كده مشيحنة يعني هل هزا الكلام صحيح فعلا ولا لأ يعني الراجع هيتكلم وتفاوض ولا يعني انا عن نفسي اللي سألتيني يعني اقول لك صعب جدا اللي انا اقول لك ان ده صحيح الا بقى بنامز كمان يخش معانا فين في الخية يعني هو كمان تبصي تلاقي الصبح عشان نشيشيتش بتاعهم ده مشو وقال لك التعاقد مع فايلر يبقى كمان تالت نادي بلعب في افريقيا مشى المدرب بتاعه او المدرب بتاعه مشي في الايام الاخيرة قبل المواجهة بتاعته هو كمان وهو كمان عنده مواجهات في الكونفدرالية الافريقية عنده بطل غينية حرية الغيني مصبوط كده والمطشط كل احد تلاقي في المغرب زي ما انتو عارفين فهل كمان ما اعتقدش يعني وهل ممكن بيرامدز انا بقول للناس اللقمة يعني هل ممكن بيرامدز يقدم على خطوة زي دي او يجي فايلر او يبان ان هم بيتفاوضوا مع مدرب والتاني لسه بيمرن بيرامدز وعنده سيمي فاينال افريقيا كونفدرالية صعب برضه انما كل شيء ايه جائز وكل شيء وارد لانه الفلوس في الاخر دون ناس محترفة والفلوس هيا اللي بتتحكم اللي هيرش اكتر هيخلص الموضوع اكتر انا قلتلكم خلاص هول بيان بتاع النادي الاهلي اللي خلص القصة بكرة هيتقدم موسيماني في مؤتمر صحفي في النادي الاهلي للإعلام وهيبقى فيه جلسة قبلها مع كابتال محمود الخطيم اللي هيشوفه بقى فيستوفيس ويعمل شغال معك فيديو كونفرنس بقاله فترة لكن هيشوفه بقى فيستوفيس ويتكلمه مع بعض كده بسريعا يأذره بقى والكلام اللي هو البروتوكولي بعد كده هيبقى فيه دي جلسة حضارة خارج بيبه الراجل بتاع الناشئين في لجلة التخطيط ومسك قطاع الناشئين عشان حتى طريقة العمل والتنسيق بين الفريق الاول والناشئين خلال الفترة الجاية تكون مرتبة بشكل اللي بقاش فيها سدام ولا يبقى فيها اي مشاكل بعد كده هيتقدم في مؤتمر صحفي علشان خاطر الناس تبتدي بتعرف موسيمانيا او اللي عايز يسأله او اللي عايز يتكلم معاه وبمناسبة المؤتمر الصحفي تسمعنا مبارح او شفنا مشهد مبارح الناس انتقادته جدا ولهذا الانتقاد ال جدا المبالغ فيه جدا اولا اللي متخدم مع النادي الاهلي بالاعلاميين طلع يتكلم ويخبط جدا في فايلر عشان يستميلي الاهلي اللي انا بيحب الاهلي جدا واللي هو عايز يعني يدوس على الاهلي فيقولك انه فايلر يعني انت عارفين دايما تناول الاحداث يجب ان يكون وفق الحدث فقط لخير مجرد اي حسابات تحب بقى الاهلي بتكره الاهلي لك حسابات مع الاهلي ملكش حسابات مع الاهلي ده ملكش علاقة المهم فايلر في المؤتمر الصحفي قام مش ما تيجي تشوف سير المؤتمر الصحفي هو الراجل مش عايز يتكلم غير في مواطش الترسان قال لي كسب الترسانة اتنين واحد جولين جونيور اجاية واول مباراة لابن شوبير مصطفى شوبير وعايز اقول لكابتن احمد شوبير تتكلمش بقى عن مصطفى سيبه لانه شوبير بتكلم بمشاعر الاب وانا عزره على فكرة يعني وفي ناس اللي بتحب الشوبير حتوب عايزاش مصطفى ده يولع وفي ناس بتحب شوبير اعيز امصطفى ده احسن لا الموضوع مش كده يعني هوzubلا يمكن مصطفى يوصل يبقى حارس مرمى النادي الاهلي لمجرد ان ابن شوبير ده لو عتى من العف تب بالود لانه ان شاء الله يبقى واحد من اهم حراس المرمى مش في مصر بس في تاريخ مصر بإذن الله لانه في الاخر عشان يبقى كده اكيد اجتهد وتعب وشيء وبيتمرن وبشتغل وبيجي على بيدوس على نفسه وكل الكلام ده فيعني ان شاء الله يبقى زيه زي اي لعب في التعامل ويجتهد وياخد حقوق كلها مع النادي الاهلي فأنا اول ما اتكلمت عن شبير نسيت كنت بتكلم في ايه حاجة غريبة جدا يعني والله العظيم يعني شفته طيب اه على المؤتمر الصحب بتاع فايلر فايلر مش عايز اتكلم غير عن ماتش الترسانة فالصحفيين طبعا يبقى قاعد فايلر في المؤتمر ومش هتكلم عن قصتهم على الاهلي ورحيله انه ماشي خصوصا امبارح من امبارح الصبح بقى اشتغلنا في موسيماني والوكالات اللي هي في جنوب افريقيا والصحف في جنوب افريقيا والتقارير اللي جاي من هناك ان الرجل بيحزم وشنطته وتصريحات للمسئولين في سانداونز واللعيبة بتاعت سانداونز ان الجمهور بيودعه والتويتات والانستجرام وكل الكلام ده خلاص يعني بقى خالص مبارح ان هو موسيماني في النادي الاهلي اوكي الصحفي صحفي المعزورين لانه ده قد انت قدامك فايلر يعني انت لو شفت فايلر في اي لحظة قبل ما يسافر اكيد على طول حتى تندفع لسؤال هذي الاسئلة لكن هو الراجل مش عايز تتكلم في الموضوع ده في المؤتمر الصحفي نهائي لسببين اول سبب ان هو ما عندوش اجابات يمكن تبقى مرضية للاعلام لان الاعلام حيبقى منحزل الاهلي في الاسئلة ده طبيعي لو اعلام انجلترا ومنشيسترونيتد والمدرب ماشي والصحفين موجودين مدرب فرنساوي هتلاقي الاعلام الانجليزي منحزل لمنشيسترونيتد ده طبيعي يعني السبب التاني ان هو عنده شرط جزائي قبل يوم واحد اكتوبر لو قال انا ماشي يدفعه وكان الكلام ده قبل يوم واحد اكتوبر بثلاث ساعات يعني كان مدشي ترسانة بالليل والاهلي خلص وكان لسه على الساعة 12 بالليل الاهلي ممكن يدفعهم مليون وشوية يعني لما الشرط الجزائي بتاعت شهور الشرط الجزائي فالراجل مش عايز يتكلم فطلب كده فلما الزميل اتكلم معاه ام مشي هو بيهب يقوم يمشي في عمر محب زميلنا العزيز وصديقنا الدكتور عمر محب بقلو يعني فيما معناه يعني ان انت يعني خلص مش هتكلم تاني وبتاعم فام زميل تاني على طول سألونا سؤال اخر على قصته معنات الالف ام مشي تصرف طبيعي بيعصل في العالم كله يعني يعني بقلو هناك تصرفات اكثر عنفا وجرأة ويعني وراجل ام هو مبتسم ومشي بس سمعنا بقى وده تتقل تزوقونه ده عدم احترام لمهار للصحفين وده عدم احترام لا طبعا يعني خلونا نكون ايه يعني واقعيين وندل كل موضوع بحجمه خلص فايلر مشي وعلى فكرة يمشي وعمل تجربة في الاهلي كويسة جدا يعني هو فايلر في النادي الاهلي كسبان سوبر محلي وكسبان دوري وكسبان ماتشات كتير واحرز اكبر معدل تهديف للاهلي من الزمن يعني 69 جول تقريبا وداخل فيه بتاعة 8 جول بس يعني عنده 68 جول فانت بتتكلم والفرق بينه في عدد الاهداف وبين اللي تحتيه ازا كان ازا مالك ولا بينا ازا مش فاكر يقرب من 20 جول وبينه وبين اللي تحتيه في عدد الاهداف اللي داخلت المرمى نفس الكلام فانت بتتكلم يعني الراجل عمل انجزات كويسة جدا الحقيقة وما تشتي يعني كان الاهلي عنده اصابات كتير وتعجاوز ده وخد دوري خلاص تجربة بدأت وانتهت وخلصت والموضوع خلص مش لازم يعني انطلعه فتصان مش لازم يعني انطلعه فتصان ده بالنسبة للمؤتمر الصحفي بمناسبة ان بكرة هيبقى فيه مؤتمر لتقديم موسيماني للاعلام عايز اقول لكم انه زي ما قلتلكم انه حيبطيدي موسيماني بقى يتكلم في الصفقات الجديدة في النادي الاهلي والآله عايز يلعب على خبراته في الملعب الافريقية ويجوب الملعب الافريقية بقاله سنين موسيماني وقد كان لعيب على فكرة كويس وانا حياته فكرة على فكرة في السد القطري يعني كان لعيب واحترف كمان يعني حتى وراحل خليج وتولى تدريب منتخب جنوب افريقيا وما عملش مع حاجة بس عايز افكركم بحاجة انتعارفين انه هو على ما تذكر اللي خرجنا من تصفات امم افريقيا 2012 يمكن مع كابتان حسن شهاد تهيألي يعني يعني كسبنا احناك وتعادل معنا هنا حاجة زي كده يعني برضو هو ايه يعني علم علينا في القصة دي يعني كسب الزمالك وكسب الالي خمسة وخرجنا كمنتخب مصر في البطولة واتهيألي يعني برضو حاجة ده علم اتذكر يعني طيب ادخل بقى اسيب شوف لسه بتكلم جابولي بيبصيلي ازاي ماشي 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 المسيماني نتقامك معايا لطيفة خدوا بالكم التعاقد لمدة سنتين مسيماني وانا شايف اذا التجربة دي نجحت هتبقى نقلة في فكرة المدربين يعني هتدي نوع من الجرأة لاندية انها تجيب اندية كبيرة كمان مدربين مش لازم من اوروبا يعني ممكن تلاقي مدرب تونسي بعد كده في مصر مدرب مغربي موجود عندنا هنا في مصر ممكن تلاقي مدرب نايجيري موجود هنا في مصر كان عندنا ايمنويل مع المقصة والتجربة يعني ما عادتش ماتش على اتنين يعني لكن ما لحناش نحكم عليها لكن ده مسيماني في وجودنا دي كبير زي الاهل بيمرنه لو كسب كمان بطولة افريقيا وعمل معها انجازات وعمل معها انجازات كويسة وبتاع ورح كس العلم للاندية وكلام ده اعتقد حديبقى يعني انطلاقة جديدة في فكرة المدربين الاجانب اللي موجود عندنا هنا في مصر نخش بقى على صفقات ومشاكل ونجاحات وحواديد الزمالك الزمالك الناردة عنده ماتش المصري باتشيكو او اللقاء لي باتشيكو باتشيكو بصوا بقى باتشيكو مابيها الرجش الرجل ملتزم جدا عارفين كوبر على صغير شوي فاكرين كوبر بتاع المنتخب مدرب قليل الكلام كسير العمل دقيق جدا التزام في الملعب يفوق الوصف هو هيرسم لك بالألم بصوا هنهعمل ايه اهو هنعمل كده اهو خط اهو خط ده اي حد هيجي كده هيجي كده نهاره مش معدي باتشيكو كده كوبر كان كده احمد فاتحي بيلعق ما يعديش نص الملعب مش هيعدي نص الملعب لو هو فتو لو عدت رجل شافي بيلعق من احت الشمال لما بمعرفش بيخش مين بيغطي مكانه السردباك مفيش تهريك فباتشيكو كده بتشيكو لما جاه اولا بتشيكو بينام ويصحى على اتن جدا خطوطه ويقرب المساحات ويلعب على المرتدات او على سرة الجناحين فهو طريقته كده رجل بيحب الطريقة دي فتمام فلن يسمح باي خطأ في الخطوط الخلفية تحديدا يعني يعني هيبقى الجن بيجي في الزمالك بخناء وللززمالك كمان هيجيب الجن بخناء يعني الزمالك هتلاقى ماتشاطكو لك هسبقا واحد اتنين بالعافية اتنين واحد تلاتة اتنين واحد سفر كده كل ماتشاط الزمالك هتلاقى عشان يجي فيه الجن دي مش سهل نارد الزمالك الداخل فيه جوان كتير جدا وندود فعل الحراس بتاعنا ده كلام ده ازاي بيحصل الرياكشن رد فعل الحارس المرمى سايق جدا من وجه النظر لما اتفرج على ماتشاطكو جول يعني كنت تطلع كده هو جزء من الثانية انت كجمهور ما تاخدش بالك تطلع كده تمنع جول هو رد فعلك يبقى مش تمام يجي في الجول ده فهو شاف انه سيء جد وقفت حتى اللعيبة في التمنتاشر وقدام فقالك بتشيكوا قاعد شغال اليومين ثلاثة اللي فاتوا دول على ده بس ازاي تقفوا ازاي فكارات العرضية تقفوا تقفوا تطلعوا الكورة ازاي تتقربوا بقى دي في التدريبات ما بيهرقش حلو كده تمام فرصة بقى واحد زي ده افل نلعب بقى اللعيبة اللي هي ايه دماغها بدأ يلعب لعفة ما تحتمتش عليها ممكن مصطفى ليه ممكن يخلعها مصطفى محمد عايز يحترف هيموت ويتجنن يعني يتلعي له عينه ويحترف ماشي حقه فالزمالك بيحاول يفهمه يبني فاينال ستة نوفمبر تمام لما الافارقة حطوا ستة نوفمبر هم بفكروش في حاجة غير في معادي ناسبهم لغن دا القيدة اتقفل في اوروبا اصله قيد وتبقى اللعيبة اللي موجود ده لو حد عايز الرجاء ووصل فاينال لغاية ستة نوفمبر ما خلاص القيدة اتقفل في الدورات الاوروبية وبالتالي مش عارف احترف هتطر استنى لإيه ليناير وفي يناير بقى إيه لو انا يأخر فيه يأخر فيه فالواد بدأ مش عاجبه فعمل تصريحات وعمل حاجات وعمل ينغص ده ويزقف ده ويرمي كلام هنا ويعمل هنا وشفنا الحوار الكبير اللي فرانس فوتبول وجنن امير الحوار ده خصوصا انه قال لك انا مالي ومالي السياسة او كده الواد طلع قال في الحوار ايه انا ماليش علاقة بالسياسة عاما نعايز اعالعب كور انا بتاع كور ما النمني كان في تركيا ما هو ترزيجي كان في تركيا ما هو كريم حافظ كان بلعب في تركيا او بلعب في تركيا ما هو مش موجودة من مصطفى محمد والتهزيب وإصلاح هنشوف الفترة الجاية كيف ستسير العلاقة بين الزمالك ومصطفى محمد هنشوف الزمالك تحسبا لانه مصطفى محمد يبقى عنده مشكلة وبقاش موجود او يسافر او يحتر نصده هتشيل كسونجو كسونجو امير خده على جنب مش هنمشيك واخد بالك مصطفى محمد شكله ماشي هنعتمد عليك شد حيلك التاني قلبة طب انا هلتك ونديك فلوسك ده المطش اللي فات يعني فهل هيعتمد الزمالك عليك لا عندنا محمود ودي يا نجم بتاع المصري عايزين يعملوا فرقة من ابرز لعبة الدور المصري كان انهم بيشكلوا منتخب يعني وحسام البدر فعايزين يجيبوا ابرز اللعبة اللي موجودة في الدور المصري رب فازعمالك بدأ يساونك بطريقة تانية فيها نوع من الزكاة قالك واندي كريم بامبو ما انت يا مصري هتتزن مصري فعايز يبني فرقة ولما تيجي تبني فرقة بتعمل لها شاسية والشاسية ده ايه ايه ممكن يخش معنا في صفقة محمود وادي ايين اللي هيتم بين النادي الزمالك مصطفى محمد قاعد يقرف عشان يمشي يجري عشان برضه يجري بس في يناير فرجاني زاكي وطبول قالت هداف امم افراقيا 23 سنة سنة اللي فاتت وعايز يمشي ببلاش في يناير هيقول لي طب ما هو ممكن يمشي ما يمشي بفلوس ويفيد نادي الزمالك يستفيد باي حاجة عشان الناس تبقى فاهمة الفرق بنقدر ورق جاري على طول على الفيفا وقالك تلات شهور مبدونيش مرتب وعايزين يدوني خمسين في المية افسخ العقد عشان اخد انا الاثنين مليون يورو في السنة او الاثنين مليون يورو في السنة بدل ما يمشي عن الزمالك هياخد كم بكم كلها على بعضها بما فيه هو التلات سنين بتقوم فياخدنه مليون ونص في السنة يورو ما نص طب انا هقول لكم على حاجة ده فرجاني لو بيقول النادي اللي عايزه انت هدفعه ستة ونص دلوقت طب لو انا في يناير مضت لكم هتتفض اثنين في السنة او اثنين اللي ربع قال له بشرط تجيب عقدك انا رفش كام يعني فتقالل المرتب وتاخد قوت انا مكمل لا ماضي عقد سنة زيادة في نادي الزمالك وانا الحارس عام رقم اربعة بص خدي كمان وابقى رقم خمسة كمان غير حاجة فده ايه وسيلة باستخدامها محمد عواد لنادي الزمالك اللي وعز يخلص من حارس وعنده اربعة تقال يعني عنده ابو جبل وعنده جنش وعنده عواد وعنده محمد صبح ياسمي لقيمة منتخب المغرب خليلو زتش الرجل المدير الفني بتاع المغرب آآآآ عنده ماتشطه الدين مع السنغير سابه المناسبة دي حد حقه على حاجة اشرف بن شرق انتو مش كنتو شفتوه منفعل جدا عالكابتن فاروق جعفر في المباراة اللي تغير فيها فاكرية العيبة دي يعني اشرف ما شفناهوش لعيب كسير المشاكل الحقيقة يعني ولا فرجاني يعني المحترفين في الزمالك كده ولا كاسونجو الحقيقة برضو يعني الحق يقال ولا محترف الاهلي يعني بقى جايين ما بنسمعش عنه حاجة اليو ديانج اليو باتجي علي معلول كل الناس الحقيقة ما بنسمعش عنهم اي مشاكل سواء في الاهلي او في نادي الزمالك فالفون قال له دك بتغيروني في الديئة 58 والمدر بقعد يتفرج علي ويجي له احساس ان انا مش جاهز وان انا نفسي مش موجود وانا كنت بدأتاخد نفس بتاعة التغيير والخناء دي وانتوا عارفين وقال لكم فبتغيروني قال له لا احنا مش مغارنك في الديئة 58 انت متغير في الديئة 70 وعادي اي العيب حتى لو الراحة المنتخب ديئة سبدي فترة كبيرة جدا اكتلعب الديئة 78 قال له لا انت مغارنك في الديئة 58 الاتنين لأ 58 لأ 70 جابوا لسكورشيت لقوا فقالنا متغير في الديئة 58 فمنوع من الكواليس اللي الناس تحب تسمعها وتديك سبب رد فعلي بنشرقي اللي احنا مش فاهمينه يعني الناس كلها تقول لك هو بنشرقي في هنا كان متقلق مثلا يعني عايز يكمل التقلق بتاعه وانبسط ويبقى لذيذ ولطيفه اما هو في حقيقة الامر كان المغرب كان بتفرج عليه وعايزه انا عايز اقول لك اهو في خبر قدامي جيب سرعة اشكر طبعا زميلنا في الاعداد انه مؤتمر موسيماني اتأجل قادم يعني وجبة تنويه في هذا الامر ادي القصة بتاعت ايه اشرف بنشرقي عشان خاطر تبقوا عارفين بهذا الشكل طيب وطبعا احنا عارفين ايه قاعد يقول له حقك علينا اشرف واحنا اسفين يا اشرف ومش هنعمل كده تادي مرحلة فيها حواديد كتير الفترة الجاي عنده لاحة لازم تعتمد عنده انتخابات لازم تتعمل وبدأت يعني اه اه الايه الاناق دي لكن الاجواء بدأت تظهر وقصة الكقوس اللي ظهرت وبدأت كان فيه اعتاب وفيه لوم وفيه اعادات وفيه حواديد المهم انه كان فيه اعادات حصلت بين هانا بوليدا وبين عمر الجنيني وبيتكلم اصد فيديو كونفرنس من يومين ثلاثة وخلال يومين ثلاثة حيبقى فيه قرارات من الفيفا نهائية بتحديد خارطة طريق الاتحاد المنتخب الجديد لالقرى المصرية للمجلس وليحنا بنتمنى ان كل ما تزيد الوجوه الجديدة في الانتخابات القادمة وفي المجلس القادم وتقل الوجوه القديمة كل ما الناس حتشعر بتفاول اكتر ده الحقيقة يعني لان الناس سقمت الوجوه القديمة احنا كده وصلنا لنهاية حلقة النهاردة ان شاء الله تستمتع كده بالعجازة جمعة وسبت لحد ساعة خمسة من خمسة لخمسة ونص كده نلتقي حلقة جديدة مع شابانة على تلفزيون اليوم السابع الى اللقاء